اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مدينة خراكيف الأوكرانية لأضرار بالغة دون وجود مؤشرات على انبعاث اشعاعات او تحول مواد نووية واضف المدير العمل الوكالة الدولية لطاقة الذرية رفايل جروسي ان الوكالة ارسلت من المحققين الى مهد خراكيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن الى العاشر من نوفمبر بعد قصف روسيا للمنشأة في يونيو الماضي قال رئيس الاوكراني فلودمير زيلينسكي ان خيرسون اصبحت لاوكرانيا بعدما اعلنت روسيا الانتهاء من سحب قواتها من هذه المدينة الواقعة في جنوب البلاد واشار زيلينسكي الى الاوحدات خاصة من القوات المسلحة دخلت بالفعل مدينة خيرسون بعد انسحاب روسيا واصفا هذه اللحظة بانها تاريخية وصل الرئيس الامريكي جو بايدن الى كونبوديا للمشاركة في قمة رابط الدول جنوب شرق اسيا اسيان التي ستركز على الازمة الاوكرانية وتسعى شنطن الى تعزيز التعاون مع الدول العشرة الاعضاء في رابطة اسيان في ظل سعيها لمواجهة التأثير المتزايد للصين في منطقة اسيا والمحيط الهادي قال مسؤولاني في ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن ان الولايات المتحدة ستبقي حالة الطوارئ الصحية العامة لجائحة كورونا اضاف احد المسؤولين ان احتمال زيادة الاصابات بالفيروس في فصل الشتاء والحاجة الى مزيد من الوقت قبل الانتقال من حالة الطوارئ الصحية العامة هما العاملان الذين ساهم في قرار عدم انهاء حالة الطوارئ في يناير قالت وكالة الانباء الفرنسية عن احد مستشار رئيس الامريكي سابق دونالد ترامب تأكيده ان الاخير سيعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 يوم الثلاثاء المقبل ووصف جيسون ميلر مستشار ترامب الاعلان المرتقب لترامب للترشح لرئاسة البيت الابيض بانه اعلان احترافي ومتقن جدا اعتبرت فرنسا ان على مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى دعوة روسيا لتبني منطق خفض التصعيد في اوكرانيا خلال قمتها المقبلة التي تنعقد الثلاثاء والاربعاء في اندونيسيا واشارت الرئاسة الفرنسية الى ان هناك مساحة واضحة للغاية في مجموعة العشرين لاصالة رسالة سلام او مطالبة روسيا بالدخول في منطق خفض التصعيد لمزيدنا من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او بوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة امامكم شكرا على طيب المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة